السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد أثناء استخدامك لشبكة الانترنت بالتأكيد هتقابلك مشكلات لأن ده فضاء إلكتروني فضاء مفتوح كل الناس فيها ممكن تتواصل مع كل الناس وتبحث عن كل الناس وتكتب اللي هي عايزة عن كل الناس وبالتالي أكيد هتقابلك مشكلات مين اللي يقدر يساعدك أنك تحل المشكلات دي ويمكن من ضمن المشكلات الشائعة هي أن حد يسيء إليك أو ما نسميه التنمر عبر شبكة الانترنت وإزاي نتجنبه وإزاي نحن نتعامل مع التنمر التنمر إحنا عارفين ولو في المدرسة أو في أي مكان أو في الفصل بيبقى أن حد بيتصرف معك بطريقة سيئة أو شخص يسيء إليك أو شخص دائما بيدايقك ويضعك في مواقف محرجة أمام الآخرين طيب التنمر عبر شبكة الانترنت هو هو نفس الكلام تصرف من أي حد بيبقى بطريقة سيئة تصرف سيئة كلام بزيء ينشر لك صورة ويكتب تحتها كلام مش كويس تجاه شخص آخر طيب والتنمر ده غالبا الشخص المتنمر بيك ده بقى حطك في دماغه ممكن هو دائما بيعلق عليك لو حطيت منشور يروح كاتب لك مثلا ايه الكلام اللعبل ده انت عبيت مش عارف ايه كلام بقى سيئ من اللي انتو عارفينه ده يبقى دي أشكال التنمر بسيطة فيه أشكال أكتر من كده فده بيبقى شخص أو طالب أو زميل أو 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 بيكون دائما حطك في دماغه ودائما يوسيء إليك بشكل مباشر من خلال انه هو يكتب عنك هو منشور بزيء ويتكلم عنك بشكل وحش او انه يبعط لك رسائل على المسانجر او واتس ااب او انه هو كمان يبعط الرسائل النصية ورسائل لأصدقائك الاخرين او ان انت تعمل منشور فهو يعلق عليك بشكل مسيء لك يبقى ممكن يكون منشور ممكن يرسلك انت بشكل شخصي ممكن تكون نصوص معك انت بس يبعتها لك بشكل شخصي او يبعتها للاخرين في تعليقات على الملأ وهكذا يبقى شخص قد يتنمر بك انت لوحديك بشكل شخصي من غير محد يعرف او قد يكون التنمر على الملأ في المنشورات وفي التعليقات العامة طبعا من الصعب ان انت تهرب من النوع ده من التنمر يعني هتعمل ايه هتخانق فيه مثلا هتعمل هتصرف ازاي فطبعا ده بيحسسك ان انت محاصر من كل الاتجاه وان انت مضغوط عليك بشكل مباشر طبعا من ابسط الاجراءات اللي انت ممكن تعملها ان اي حد بيسيء لك او بيتنمر بيك ان انت تعمله زي ما قلنا بلكده مصبوط بولوك او حذر اذا حذرته لن يستطيع الوصول اليك لن يستطيع ان هو يكلمك اذا بحس عن صفحتك الشخصية مش هيلاقيك اصلا موجود على السوشال ميديا كلها وكمان خلي بالك ان انت بتتواصلش مع اشخاص مجهولين بالنسبة لك يعني المشكلة كمان لو انت عارف الشخص اللي بيتنمر بيك فممكن تروح لخاصية الاجتماعية في المدرسة ممكن تبلغ وليه امرك ممكن تبلغ المدرس ممكن تبلغ اخوك الكبير ممكن تقول الحد اكبر منك اتصرف ازايك في الموضوع ده وهي اللي المفروض ان انا اعمله في ساعدك ولكن اذا انت تواصلت بقى مع شخص مجهول والشخص المجهول ده تنمر بيك هتبقى مشكلة كبيرة لذلك في الدروس السابقة قلنا ان انت يجب انك تتعامل وما تقبلش صداقة الا الاشخاص اللي انت تعرفهم فقط الاشخاص المجهولين واللي ما عندكش عنهم بيانات كافية لا يجب ان تقبل صداقتهم او تتواصل معهم كمان من ضمن الحاجات اللي ممكن تقبلك اثناء العمل الانترنت سرقة الهوية عبر شبكة الانترنت الهوية دي ممكن تكون اليوزر نيم والباسورد بتاعتك في الفيسبوك وبالتالي يقدر يدخل ويكتب منشورات ويعلق لزملائك على انه هو ده ابسط انواع سرقة الهوية انه يسرق اليوزر نيم بتاعتك والباسورد بتاعتك وبالتالي بيبقى يقدر يدخل كل الابليكيشنز اللي انت عامل فيها نفس اليوزر نيم والباسورد بكل سهولة ويتكلم على انه انت ويتصرف على انه اساس ان انت الشخص ده كمان ان لو الموضوع بقى كبير شوية في الناس الكبيرة لو معاك فيزا بنكية بتستخدمها في الدفع الالكتروني عبر الانترنت ويقدر يوصل لبيانات الفيزا والباسورد بتاعتها دي بتبقى مشكلة كبيرة جدا لانه ممكن يخلصلك على كل فلوسك وكل الرصيد ويشتري كل المنتجات منها الانترنت على اساس ان انت من خلال رصيدك البنكي طبعا لو كانت المشكلة الاولى فهي كبيرة والمشكلة التانية بتبقى كبيرة ودول بنسابيه مجموعة الهاكرز واللي بيعمل كده بنقول عليه انه بفعل اسمه هاكينج ولما يحصل بقى خلاص انه اخترقك بنقول ان انت اصبحت هاجد او مخترق بالنسباله وخد منك المعلومات الشخصية اللي يقدر يستخدمها في حساباتك ويتصرف مع الناس على انه انت فلو دايق حد او تنمر بحد او نشر حاجة وحشة او كده الناس اللي هتقول ده فلان ده هو اللي عمل الكلام ده وفي الحقيقة انت بياناتك مسروقة وحد بيستخدمها كمان ممكن يوصل الى بياناتك زي البريد الالكتروني بتاعك وممكن يسرع رقم هاتفك وممكن كمان يحاول يسرع الواطس بتاعك وممكن يعرف كمان انوان بيتك واسرتك والمحادثات اللي بينك وبين باباك ومنطق وهكذا دي من اخطر الاشياء يمكن التنمر ده حل وبسيط اعمل بلوك وبلغ حد كبير ان في حد بيسيء اليك او بيكلمك او بيعلق اليك بطريقة سيئة وبيزيجك وبيضيقك دايما ومحسسك ان انت محاصر ولكن اذا انت تعرضت للنوع التاني ده من المشكلات غالبا انت بتبقى محتاج لليه خبير في الاتي وتكنولوجيا المعلومات علشان يقدر ان هو يساعدك فانت غالبا علشان تعالج المشكلة اللي بتواجهك من النوع ده بمفردك هيبقى صعب جدا 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 لا تعرف تعمل بلوك ولا تعرف تسترجع الحساب بتاعك مرة تانية ومش هتقعد كل الناس هتصل بيهم وتقول لهم ان انا حسابي السرق اول حاجة لازم فورا فورا بلغ شخص راشد كبير باباك ممطق لخصار اجتماعي مدرسك اللي بتحبه المسل بتحبها في المدرسة وغالبا بيكون والدك او والدتك لانه بكل بساطة على طول ممكن يستدعي يتصل بالرقم اللي هو 108 من الموبايل او من التليفون الارضي وده بيبقى رقم من خصصات دولة للابلاغ عن الجرائم الالكترونية ان في حد بيتنمر بيك وبيسرق بياناتك وبيسرق معلوماتك وكمان الشخص الكبير بيقدر يتصرف انه كمان لو فيه فيزا فبيقدر يتصل بالبنك ويوقفه فورا انه كمان بيقدر انه هو مثلا لو هو مثلا انت رابط حسابك بحسابه بيقدر يعمله عملية استرجاع من خلال رقم الموبايل وهكذا هنا بقى فيه مشكلة بتقابلنا كناس كبيرة مهمة جدا نقول لك عليها ان انت لما يصل معك كده فبتخاف تقول لحد كبير او بتقول مش مهم وحسابه تسرق وخلاص او بتقول الموضوع يعني مش مؤثر قوي لا اوعى تسيب المشكلة لانها تكبر بعد كده واجهها فورا واتواجهها فورا ازاي ان زي ما قلتلك تبلغ حد كبير وهو الحد الكبير ده يتصرف ويتصل بالشرطة وادارة مكافحة جرائم الانترنت وفورا بيحلولك المشكلة من جزرها لو سبت الموضوع ممكن يبقى ليه تبعيات خطيرة جدا جدا يرسل المحتوى سيء لحد تاني على اساس ان هو انت وبعد كده نبقى مطالبين كأسرة وكمجموعة عمل ان احنا نزبط ان ما كنتش انت وان ان انت تسرق الاكاونت بتاعك وهكذا فورا واجه المشكلة وبلغ حد كبير علشان يتصل بالشرطة ادارة مكافحة جرائم الانترنت عايز بيأكد عليك على حاجة مهمة جدا انت عايش في الحياة عمرك شفت حد ما بيعياش لقدر الله لا كل الناس بتاعي بس في واحد بيعي كتير واحد بيعي قليل كذلك الحال وانت بتستخدم الانترنت لغنى على ان لازم تقابلك مشاكل والمشاكل دي حسب سنك وتخصصك ومكانتك في الحياة فانت ما تخافش وما تنزأكش وواجهها بكل شجاعة ودايما اطلب المساعدة من اللي اكبر منك واللي مسؤول عنك واللي انت بتصق فيه خوفك هيزود المشكلة ويكبر الموضوع مواجهتك للموضوع وبالذات انك تخبر والديك هيحل المشكلة من جزورة باذن الله ومعلمك وكمان الدولة عارفة ان ده موجود فالدولة نفسها بتساعد المواطنين ويمكن انتو لسه صغيرين في مشاكل ما بين الناس الكبيرة في المجتمع اكبر من كده بكتير وانا شخصيا دائما ما كنت بقول للناس على حكايات 108 وكانت بتجيب نتائج رائعة والمشكلة بتتحل للابد لان الشرطة هي اللي بتدخل فيها درس سهل وبسيط خالص بس كده تعالى كده نفتكر بعض الحاجات في اقرأ واختر بقول ان في صديق ليك بيتهرج للتنمر على شبكة الانترنت هو طبعا متضايق جدا ومنزعج هتقول له ايه انت هتقول له ايه يتصرف ازاي هتقول له يا صديق انت بتتصرف بسخافة وانسى امر اللي انزعج ده ومتنزعجش طبعا لا مش هقول له كده غلط هقول له يلا نتنمر على اللي اتنمر عليك طبعا برضو مش هقول له كده غلط ولا عليك وتقول له علينا يلا يلا صديقي نحصل على معلومات الشخص اللي بيتنمر بك ده وبيديقك الشخصية وننشرها لكل الناس عشان يتوقف عن ازعجك طبعا خطأ وممكن ده يخليه تنمر بك اكتر ولا المفروض ان انت رقم ده للصح ان زي ما قولنا دائما اخبر احد افراد اسرتك او معلمك بما يحدث معك وهو يتصرف حتى لو لم ترغب بذلك لو انت بتقول لنفسك لا انا مش هقول لولدي داي او للمعلم ده خطأ لو نفسك قلت لك كده بتسمعش كلامها واخبرهم على الفور يبقى دا هو التصرف الصواب طيب دخلت موقع الكتروني وكان بالخطأ وخلاص فتحته وفيه بقى الفضل سيئة او صور مخيفة او صور غير اخلاقية تصرف ازاي اخذ الرابط ده وبعته لاصدقائي ماشي تنسي رابط الموقع لاخد اصدقائك وتقول لصديقك ده وتسأله ما اذا كان عليك ان تخبر شخصا راشدا بذلك طبعا لا لان انت هتنشر نفس الحاجات الوحشة لصديقك التاني ولا تبحث عن معلومات الاتصال بالموقع لتتمكن من رسال شكوى للمسؤولين عنه انتعال ما تبحث عليه وسائل اتصال جوه الموقع ممكن يكون فيروس لك الكمنيوتر وممكن يكون سرق معلوماتك اصلا وضرك ولا اخرج من الموقع على الفور وتطلب من احد افراد اسرتك او معلمك مساعدتك على ضبط اعدادات الرقابة على جهازك مصبوط فورا اقفل الموقع وما تقاملش فيه ثانية واحدة واقولي الوالدية او اقولي المعلم ازاي ان انا اقدر اعمل بلوك وحظر للموقع ده وازاي ان انا علج المشكلة دي ولا تخرج من الموقع على الفور وتتوقف عن تصفى شبكة الانترنت نهيا لا ده كده انت بقى ايه بتعمل مشكلة اكبر انك بتقاطر شبكة الانترنت اللي احنا اتكلمنا عن مميزاتها في التواصل مع الاخرين وفي البحث عن المعلومات طيب كيف تتصرف اذا تعرضت للتنمر على احد مواقع التواصل اجتماعي قلنا اول حاجة ممكن تعمل اللازم الاول تخبر حد كبير خلاص يقولناها والحاجة رقم اتنين اتصرف رقم اتنين انك تعمل حزرة او بلوك للشخص اللي بيتنمر بيك ده مش عمرك هيقبلك ولا تقبل ولا يعرف يتكلم عنك ولا يعمل لك منشن ولا يلاقيك على الانترنت على الابد ايه المعلومات اللي دايما شخص بيبحث عشان يسر قويتك اسمك اسم باباك رقم تليفونك عنوان منزلك كلمة السر بتاعتك هكذا هي دي المعلومات اللي ممكن يهتم عنها من الاشخاص اللي انت لما تعفوا مشكلة تدور عليهم بالتأكيد وبرر اول حاجة والديك مش هتلاقي اي حد يحبك وتصق فيه في الحياة قد والديك ثم مدرسك او المدرسة اللي انت بتحبها ولا خصائي الاجتماعي في المدرسة ولوليك اخ كبير متخرج من الجامعة او بيكون في الجامعة بيكون برضو يحسن التصرف في مثل هذه الامور وكمان لو الموضوع بس خالص فوالديك وحد كبير بيتصل بمكافحة جرائم الانترنت يعني الباقي كله حاجات سهلة بإذن الله وهنتكلم بقى ان شاء الله بأتكلم عن الدرس السابع شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته